طبعا الكير الشوفان طبعا ده حاجة ممتازة جدا لمريض السكر واحد او اتنين او تلاتة كمان او للي عاوز يخسس الشوفان موجود في العالم كله شوفان مع زبادي ياريت الزبادي يكون نطور او اللي هو الطبيعي يعني مع بعض بيعتبر فطار ممتاز جدا 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 وللي عاوز كمان يخس كمان ممكن يستعمله مع شوية لبن وياريت اللبن ما يكونش اللي هو كامل الدسم يعني ويتقلب كويس مع بعضه ولو عندك فواكه طبعا هيكون ممتاز النصيحة من الدكتور الصديقي هنا اللي احنا لو سألو عندي موز وتفاح ما نعملش الميكس مع بعض نختار واحدة فيهم النهاردة مثلا هنختار الموز لأ مثلا النهاردة نختار التفاح طبعا التفاح هي يقطع مثلا اللي طبعا انقطع ويبقى فطار كامل الدسم وممتاز جدا لمريض السكر او السكري والناس اللي بتعمل رياضة والناس اللي عاوز اتخسس يعني كرش مسلا او كده مسلا عاوزي نزله وكده دي نصيحة ممتازة جدا انا ماشي عليها من فترة ممتازة جدا وبشوف فعلا الفرق جامد جدا في التخسيس وبشوف شكرا سلام عليكم